اهلا بكم ابناء الطلاب اليوم ان شاء الله بنبتدي حل اجزام اليوم هناخد part 1 في الفيديو ده ناخد اول سؤال مع بعض what is the characteristic of all living organisms breathing, circulation, ingestion, sensitivity لو بصينا كده مع بعض طبعا معروف ان characteristic features of all living organisms هما 7 features ال 7 features دول هما مسيس جران اخدنا ابلي كده مسيس جران M stands for movement, R respiration, S sensitivity, G for growth, R for reproduction, E execution, N nutrition هما دول 7 features, 7 characteristic features of all living organisms طبعا واضح ان الانسر ما يتعتبرش ايه breathing لا, circulation لا, adjustment لا, ما فيش غير sensitivity اوكي, sensitivity نكمل لشباب مع بعض number 2 number 2 the table shows a section of DNA taken from 4 different organisms عندي 4 different organisms organism W, X, Y و Z واخدنا certain gene من كل واحد وعملنا DNA sequencing عملنا DNA analysis عملنا DNA fingerprinting وفي الجين ده بس تمام كده وليكن جين هوموغلبين عاوزين نشوف يا ترى فيه similarities with differences ونعمل لها count طيب which two organisms are the most distantly related far related most distantly related to each other يا ترى W and X and so on نشوف كده من غير ما ارى الانسرز او الشويسز تعالوا بينا نشوف هو ايه الهنا W and X نشوف W و X كده relationship بينهم ايه نشوف كده section ده نعدي number of nucleotides one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten ten nucleotides ten base sequence ten دول في W و X يا ترى فيه هنا C, G اتغير يبقى هنا اول difference في difference هنا طيب A و T في difference هنا في similarity 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 c, G في difference صح كده ها هنا similarity هنا في difference هنا في difference number of differences five نكتب كده five out of cam out of ten five طيب تعالوا بينا هنا هوا سألني كده هوت W and Z W and Z W and Z لو باصينا على W اهي ناخد بلون اخر W W وين وو اهدي الW طبيعا كده ومعناها G هنا similarity similar هنا في difference نعلم معلمة X في difference similar هنا في difference اوكي هنا في similarity هنا في similarity هنا في similarity هنا في different وهنا في similarity يبقى هنا الـ count بتاعنا للـ number of differences في الـ base sequence ما بين الـ w & z 3 طيب X & Y ناخد لون آخر X & Y وليكن مثلاً الأورانج دم أوكي ها X & Y هذه X أهي أوكي X أهي و Y اللي تحتها كويس أو رايبين لبعض G & C في difference similar 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 هنا في difference similar similar هنا في difference عدد difference هنا واضح أنه 3 difference أوكي نشوف آخر واحد X & Z X & Z نغير اللون بلون بلاك مثلاً أوكي ها X & Z فين X & Z هذه X أهي و Z أهي أوكي يعني الاثنين دور بس ها ما بين G و C هادي أول difference أوكي وليكن star أول difference T و T similar C C similar A A A T difference في star هنا يا أولاد أوكي طيب T T G C هادي difference آخر G G T T G A في difference آخر يبقى عدد difference هنا هو تعتبر أدي 1 أدي 2 أدي 3 أوكي أدي كمان 1 2 3 أدي 4 أوكي 4 difference يبقى هنا 4 إذن السؤال هنا عاوز أعرف comparison ليه أنت عملت كونت لأنه بيطلب مني 2 أرغانيزمز المستئلة 1 والبقائة المستئلة 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 مستئلة كما أنت wider كلا المستئلة 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 أكرا العدد مستئلة بين 오늘 نصرة المستئلة generate إريض أوكي تعالوا بينا نكمل مع بعض لو بصينا كده هوات فيه صورة معبرة جميلة نشوفها مع بعض ايه موضوع ده الاريجنال نفترض ده الاريجنال وبقارن different species b بالاريجنال ده ده الانسيستور يا ترى مين اقرب واحد للانسيستور هنا واضح ان very closely related ليه very closely related ان فيه هنا هوات one difference out of e6 طيب closely related اكيد number of differences هيكتر عن one هنا فيه difference واحد بس طيب هنا كان differences الجي اصبحت c التي هي هي اوكي يبقى هنا كان فيه difference وهنا ما بين السي عن الاريجنال فيه difference وهنا ما بين السي والسي اوكي والسي والجي ادي difference اخر ادي three differences هنا كان one هنا فيه three difference عن original طيب distantly related distantly related يعفار related زي هنا بالضبط ها ادي g مع c ادي اول difference وليكن هنا علامة اكس وتي وجي ادي ثاني اكس سي وجي ثالث اكس سي وتي رابع اكس سي وتي خامس اكس ادا او سي سادس اكس يعني zero out of six zero ايه zero similarities ما فيش similarities خالص في السكشن ده والسكشن ده واضحة يا شباب عرفتنا بنعمل count ازاي عن الاريجنال فده الانسيستور اقرب واحد ليه very closely related اختلف one nucleotide كبس سيكونس واحد والاقرب ليه شوية وclosely related شوية اللي عنده three differences out of six لكن ال distant related عنده طبعا zero similarities وsix out of six differences فهو far related او most distant related نشوف هما بيعملوا ايه بالكلام ده طبعا بس تعمل dna fingerprinting في classification زي ما شوفنا في سؤال الاجزام او في الفجر الاولاني ده اخر فجر بالنسبة لنا في السؤال ده عاوز اوره لكم يا شباب بصوا هنا عندي جروب من الاريجنزم برضو four species a و b c و d في الحقيقة ال a ده time ده time lapse ده time era تعم كده geologic era من millions of years كان هنا كان فيه common ancestor outer branch و separate عن الباقي والتاني كمل جروب من الاريجنزم كملت وبعد million to million years مثلا حصل splitting حصل evolution وحصل evolve b b species evolved تاني كده بعد مليون سنة تاني مثلا evolve c بعد مليون سنة كمان رابع ها evolve a a d لكن كان كلهم ليهم common ancestor هنا وعمل branching فشوفوا بنائنا على ايه عملنا على فكرة الديزاين ده على فكرة الديزاين ده اسمه كلادو جرام كلادو جرام يعني ايه كلادو جرام بستعمله كما في التاقسوني او في classification عشان اعرف differences و similarities ومن الانسستور ومن انه time حصل splitting او separation الديفرانس بيسز لو بصينا هنا يا شباب مع بعض ما بين ال a و ال d قال لك organisms a and d d in a 80% similar 80% بس هما similar تماما فيه similar لكن 80% 20% هي دي اللي خلت a هو a وخلت d هو d ده differences يبقى difference 20% اكبر اكبر percentage من difference ما بين a و d طيب ايه رأيكم الديفرانسز ما بين b و d بدا و d مالو 90% similar اذا 10% differences طيب ما بين c و d ها اقل difference ممكن اللي هو يمثل 5% بس 5% differences وبنقنا عليه c و d closely related ما بين b و d يعني شوية نقدر نقول ايه او نقدر نقول c و d very closely related بس مش very close لأ closely related بس ما بين b و d و نقدر نقول far related او distinctly related ما بين a و d عرفتنا الفكرة جاتي ازاي بنعمل count the similarities with differences و منها بنرسب map نرسم ايه ماب طيب كل ما كاني branching distance في branching more كل ما كان mostly distantly related ديستان زي شايفيني ديستان زي من هنا لغاية دي ايه ده time ال a split عن الجروب البقية earlier في time صح كده لكن recently separated دول دول اقرب ناس او اقرب species يعني من animals او plants او living organism حصل لهم ايه separation من وقته قريب القريب ده million years مثلا ولا حاجة اوكي فاهمين الفكرة طيب عرفنا كده number two وخدنا application عليها كويس بكذا صورة تعالوا بينا نشوف مع بعض number three scientists discover scientists discover a new species of animal it has segmented body with two pairs of legs on each segment to which group of animals does this new species belong to which group of animals does this new species belong arachnids carastisians insects myriabods يا ترى belong لأني كلاس مني كلاس واضح ان كل كلاس دي عبارة عن arthropods كلهم phylum arthropoda divided into four كلاس طيب الصانتس وجد ايه وجد اني الانيمال ده segmented ولازم arthropod يبقى segmented لازم ده شرط اساسي ولي jaunted legs من الكلمة بتاعت arthropoda معناها jaunted legs ولي hard exoskeleton دول three features اللي بيضله نداء arthropod طيب السؤال فين الاجابة بتاعته بصوا شباب هو ده ال species اللي توجد هو ده ال species اللي توجد مثلا اجزامبر يش بيلي ده ماله كل segmented وكل segmented زي ما انتو شايفين كده هوت واضح جدا ان كل segmented ليها two pairs of jointed legs اهي ادي segmented خارج منها اتنين ناحيتنا ناحية السكرين واتنين خلف السكرين يبقى two pairs of jointed legs طبعا اللي اللي عنده huge number of legs كده بالدرجة دية اكيد اسمه ميريا بود يبقى الانصر على طول خابت لازم هتبقى ميريا بودة يعني مش محتاجة تفكير هي ميريا بودة يا مستر وعرفانها وخفزانها برافو كويس بس احنا بنفكر نفسنا بكل المنهج بتاعنا علشان يبقى سهل المراجعة يبقى خلصنا كده ميريا بودة طب هل الميريا بودة هي ميلي بيتس بس ما فيه واحد تاني اهو ظهر دلوقتي هاي الانيمال ده ما ده segmented وده arthropod وده برضو belong to a ميريا بودة لكن كل segment ما لها فيها one pair of jointed legs one pair بس كل segment one pair اللي فاتت كان كل segment فيها two pairs سواء one pair او two pairs الاجابة هي هي ميريا بودة هي هي ميريا بودة segmented body عنده one عنده one pair of legs زي equal عنده two pairs of legs مشان يختلف الانسر للانسر برضو ميريا بودة طيب يا ترى امتى اقول انسكت هلما يكون عندها ايه number of jointed legs jointed legs number six legs six legs يعني كام يعني three pairs three pairs four pairs زي الانسكت اللي قدامنا تمام كده طيب تعالوا بينا ناخد اللي بعدها لما يكون four pairs زي السبايدر اللي قدامنا four pairs يبقى arachnids يبقى هنا eight legs equal four pairs يبقى arachnids يبقى ايه كمان يا شباب ها كراستيجيانز بصو كراستيشيا مالها segmented body و اكسو سكيلوتون صح كنا؟ وجونتد legs هي ارثروبودا واخر كلاس اسمه كراستيشيا طيب كراستيشيا دي مالها ليها جونتد legs يا ترى كل سيجمنت زي السيجمنت دي مسلا ليها جونتد legs زي السيجمنت دي ليها جونتد legs مالهاش يعني في بعض السيجمنت ما عندهاش اصلا هي عندها more than four لكن مش four exactly زي الارachnids ومور than four مش زي الميريابودا ليه؟ لان هنا كان الميريابودا كل سيجمنت عندها ايه؟ عندها one pair or two pairs of jointed legs هنا بعض السيجمنت ما عندهاش اي pair يوحد ربانا يبقى دي كراستيشيا صح كده؟ يبقى هنا more than four ونط ايه ونط ميريابودا ولازم تكون نط اي ميريا بودز اتفقنا؟ طبعا من الرسم ده نفتكر حاجات تانية انا خلصنا الانسر من زمان لكن نقدر نقول ايه الفرق ما بين الانسكت والاراكند خدوا بالكو يا ولاد الارثروبودا بقى السمع على حسب number of jointed legs number number بس الي عنده 3 pairs يبقى انسكت الي عنده 4 pairs يبقى arachnids الي عنده ميريابودا لكن مش ميريابودا يبقى كراستيشيا الي عنده كل سيجمنت تمتلك بير يبقى ميريابودا دي البيسيكس اللي اسمنا عليها الارثروبودا انتو فور كلاسيس حاجة كمان يا شباب ايه هي بالمرة طالما السور قدامي عندك الانسكت ليها ثري بادي بارتس ادي وانب ادي الفيرس بادي بارتس ادي الساكند بادي بارتس اللي هو الجزء ده هيد وثوراكس وابدومن ثري بادي بارتس وثري بيرز اوف جونتد لاجز طيب ايه كمان لو بصيت كده الهيد نفسها عندها ايا وان بير اوف كمباونت ايز واو بير اوف انتنى فور senation لازم انتيني واو بير اوف انتيني الوينكس ملزات اهمية بعض الانسكت زي الانس ما عندهاش وينكس فالوينكست ممكن تبقى 0 وونكس ووينكس ممكن وان بير ومكن 2 بيرز الوينكس مش دي هي إYY تيب كالفيتشر الي يدول ان دي انسكت تاهم من كده؟ لان الانس ما عندهاش وينكس لكن الي دول ان basket عندها ثري بيرز أو جونتدлагز وعندها ثري بادي بارتس. طب الاراكندز ها البادي بارتس تو هادي وان وطو الوان دي الفيرس اسمها سيفالو ثوراكس سيفالو ثوراكس فيوز هاد مع سوراكس اسمهم سيفالو ثوراكس ومنطقة دي ويه كمان ها ويه ابدومن طب هو اراكند ليه عنده فور بير اوف جوينتد لجز من قدامي هنا ما تعدش اللي قدام دي تعتبرها لجز هاين تطول عن كده في بعض الانيمال اوعى تفتكر ان دي لجز دي بارت من الموث بارت بتاعتها دي بيدي بالب دي بينسر بيكل بيها تان كده ربنا خلق له كده اللبس بتاعته الطويلة حبتين ساموها بيدي بالب او بينسرز في بعض الانيمال زي سكوربيون مسلا المهم ده اراكند بالاضافة طبعا بريث باي لانج بوكس نيجي بعد كده مين نيجي بعد كده الجز طبعا هل فيه انتني في الاراكندز نوء انتني نوء انتني ده ما بين الاراكندز وما بين مين ما بين الانسكتز هنا نوء انتني في الاراكندز نيجي بعد كده كراستيشيا كراستيشيا ما لها كراستيشيا من ناحية ايه من ناحية البادي بارس ما انت ازا ما انت شايف كده احيانا يبقى فيه كربس كربس يعني جزء كبير جدا بيغطي معظم الجسم زي كرب كرب بنقشره وفي جزء كده صلبة قوي اسمها كربس تمام كده عنده عنده تو بيرز اف ايه انتني يبقى ده كمان كلاسيش تمتلك انتني لكن تو بيرز بعض البيرز منهم او واحد من البادي احيانا لو كملنا كده من ناحية الميريابودز زي ما اتفقنا هي اه اه ان نقدر نقول الميريابودز من ناحية ايه من ناحية انها من ناحية جونتد لكز زي ما نعارفين عندها انتني او عندها انتني وان بير زي ازا الانسكت يبقى اللي ما عندوش انتني هما مين هما الاراكندز هما لكن كل الكلاسيز بتاعة الارث البودة عندها انتني الانسكت عندها وان بير اكراستيشيا تو بيرز والميريابودة عندها وان بير اف انتني تعم كده طيب خلصنا ببارت ده طبعا من ننساش انه اه السنتيبيد ده سنتيبيد عندو رجزء اقل من هما اللي بيدز اللي قبلها تعم كده سنتيبيد دي طبعا كارنيفورس اه سكريد فينم وتعتبر بريداتور يا شباب بريداتور محدش يمسكها لو شافها اه يعني انا شفتها كتير قبل كده وهي ريسكي قوي انها فينمس ممكن تعمل اه 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 اتاك او تعمل بايت لي اليومن نفسه على عكس الميليبيدز ميليبيدز فيجيتيريان او بسموها هيربيفورس تعالوا بينا نشوف مع بعض نمبر فور زادا جرام شوز اي سنجل صلد ارجنزم كولد يوجلينا يوجلينا ايه اليوجلينا دي دي سنجل صلد ارجنزم طيب ندور كده عندها ايه عندها نيوكليس حلو قوي يبقى سنجل صلد وعندها نيوكليس يبقى لازم تكون بروتيستة لازم تكون بروتيستة طيب دي حاجة الحاجة التانية ايه هي هل هي انيمال لايك بروتيست ولا بلانت لايك بروتيست في الحقيقة ده ميكست عندها في الجلن فور موفمانت فيه انيمال فيتشر وعندها كليورو بلاس زي من شايفين كده دي كليورو بلاس يبقى كان فده ماكس من الارجنزم فلازم تبقى بروتست كل الارجنزم اللي فيها كونفيوجين لسانتس بتحطط في بروتست سواء يوني او مالتي لكن نوت سبيشيلايزد نوت سبيشيلايزد المهم السؤال على ايه السؤال which labeled structures would also be found in an animal cell موجودة in an animal cell قبل ما اجوابكوا طبعا الانيمال هل عند هل عنده كلوروبلاست ماينفعش هل عنده كلوروبلاست ماينفعش هل عنده مثلا لارج برمناند فاكيول ماينفعش يبقى الانسر سي خلاص جاوبنا طيب انت بتطول في الاجابة يا ميستر ماشي تعالوا بينا نراجع الانيمال سل الانيمال سل ما عندهاش سلول وما عندهاش كلوروبلاست الفيتشيرز اللي هي فيها سيميلارتين ما بين الانيمال سل دايم وما بين بورتستا اللي مرسومة في الاكزام وما بين بلانت سل اللي ظهرت دلوقتي وما بين البكتيريال سل هما 5 فيتشيرز اي سل في الدنيا اي سل فيهم 5 فيتشيرز اي هما سل ممبرين نمبر وان سل ممبرين بتاع كده سل اي ممبرين نمبر وان نمبر تو سل ممبرين بيحوط ايه سل تبلازم يبقى لازم يكون كل سل استمتلك سل تبلازم تمتلك سل ممبرين سل تبلازم كنتينيج ايه كنتينيج ايه كنتينيج هو طبعا جلي لايك ماتيريال طيب كنتينيج ايه كنتينيج حاجة اسمها ارجانال مشهور اسمه رايبوسومز رايبوسومز فيهم كلهم اه فيهم كله فيها رايبوسومز لازم يبقى رايبوسومز في دول في رايبوسومز ايه كمان وفي انزيمز لكن مش باينة مش هنقدر نشاور عليها انزيمز لازم كنتينيج انزيمز اكت اسكاتاليس فور بايولوشكال بروسسس طيب بالاضافة لايه جيناتك ماتيريال نمبر فايف جيناتك ماتيريال ما قلش نيوكليس ليه لاني دي الاخت دي دي البكتيري ما عنداش نيوكليس وما لعندها ايه عندها دي ايه جيناتك متيرير طب هنا في نيوكليس وهنا في نيوكليس وهنا في نيوكليس ما لجيش علاقه انا عاوز السيميلارتس بينهم يعني ما احملش دي دي معانا دي باكتيريال سل لكن ما عنداش نيوكليس عندها جيناتك ماتيريال زي البقئين لكن ما عنداش نيوكليس يبقى الفيتشرز كومان لاي سل في الدنيا ربنا خلقها الفايف فيتشرز دول سل من بريل من برة ساتوبلاس من من قوة، ريبوصومات، 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 ودنية جيناتك ماتيريال. اوكي يا شباب. تعالوا بنا ناخد نمبر 5. The diagram shows some of the blood vessels and other structures in human body. عندي هنا the blood vessels shown are all parts of the same E. Blood vessels واضح ان في حاجة black وحاجة E مفهش مش color. مفهش مفهش مفهش. في الدروينج. وطبعا هذا heart as bump. والباقي blood vessels ووبارة عن arteries and veins. Arthrees and veins. ذا اللي باين قدامنا. دون يمثلوا ايه؟ يدرسوا امتى وفين؟ يدرسوا في ال circulatory system. في transport system in human. يبقى دا system. اذا الانسر على طول انت ومغمض organ system. بالانسر C. الانسر A شباب C نعلم عليها. هذا الانسر C. organ system. نكمل يا شباب مع بعض. A photograph shows plant cell nucleus measuring two millimeter across. عندنا plant cell nucleus. نيوكليس نفسها. measuring two millimeter across. طيب. فوتوغراف يعني حاجة في ايدك صورة فيها بلان سل نيوكليس بتاعتها ميجرين 2 مليمتر اكروس if the magnification of the cell is 500 times what is the actual size of the نيوكليس علشان اعمل calculation للأكشول لازم يكون عندي triangle انا حافظ triangle i am i am i am دي اهي قدامك i فوق وام تحت طيب هو طالب مني طالب مني الاكشول طالب مني الاكشول what is the actual يبالاكشول دي خبيها من فضلك بايدك دلوقتي هيزال قدامك i over am اذا الاكشول equal i over am انت حافظ i am وعارف موقع الاي فين والام تحتهم i am i equal am نا حتى ممكن تجيبها i equal am هي نفسها يبقى لو هو طالب الاكشول يبقى بتحتاج ايه i over am طيب بالتالي فين الاي الامج الفوتوغراف هي الامج تمثل كام تمثل 2 مليمتر 2 مليمتر خليها زي ما هاي طيب وبعد كده الام ماجنيفيكيشن 500 تايمز حط 500. بالكالكوليتور كده بتاعك نشوف الدنيا فيها ايه. الكالكوليتور اهو. اه اه اه. فين فين ايوه. ما قلته مليمتر تو ديفايد فايف هندرد. تو ديفايد فايف هندرد. اكوال اكوال كام? ها اكوال او. زيرو زيرو فور ايه? الام ام تزار عندك. هل فيه انسر كده ولا لا? هل فيه انسر كده ولا لا? ماشي? يبقى تو اوفر فايف هندرد مليمتر تطلع فور اوت او ايه? ثاوثاند. فور ثاوثاندز مليمتر. يبقى الانسر واضح انها بي. الانسر بنام لتر بي. اوكي? لتر بي. سهلة وبسيطة خالص. بينطبق الرول وبينجاوب بيها. واليون بتاعتنا مليمتر عادية. طيب تعالوا بينا نكمل مع بعض. ثوثاند الحمد لله ان كل الغازات في كل الهيئة في الهيئة في الهيئة وفي الهيئة في الهيئة في الهيئة مثل كاربون ديوكسايد نظر كذا هذه الرسمة بتاع السؤال قالنا هنا بلاك كابلاري هذا بلاك كابلاري اهي عظيم السل براه بلاك كابلاري تختارك كل الهيئة وتوصل للسل طبعا مش توصل للسل مباشرة هي فيه جابز في الاندوثيديع للسل في كابلاري فيه جابز زي ما تشافين ادي جاب و ادي جاب جابز اهي جابز دي سبيسس يقدر الجاس اللي هو الاكسجين الموجود على الريد بلاس سل carried by homoglobin in red blood cells diffuse لانه في higher concentration هنا high concentration صح كده high concentration فين على ال red blood cells في البلد اللي هو الoxygenated والتشو respiring فبيستهلك الoxygen ففي little concentration few concentration fewer concentration of oxygen وبالتالي لابد by diffusion ال homoglobin leave leave a leave the oxygen for tissue طبعا الارضية دي قبل ما نوصل المنطقة دي اسمها tissue fluid يا شباب tissue a tissue fluid tissue fluid ده بركة مية بس مش مية مية دي عبارة عن filtrate of blood plasma filtrate of blood a plasma filter بقى tissue fluid من دمن مكونات tissue fluid oxygen gas اللي هو diffuse towards me towards السل 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 تعمل respiration aerobic respiration وتستهلك الoxygen وتطلع مكانه carbon dioxide هيبقى في التشو fluid more carbon dioxide diffuse هو كمان بكمية عالية جدا او بconcentration down concentration ingredient هنا more CO2 نتيجة respiring tissues وكابلاري البلد اللي فيها اوكسجينياتي يعني فيها little amount من carbon dioxide في البلد بلازمة وبتالي carbon dioxide diffuses towards البلد برضو من برضو من الخاصة بكابلاري يبقى عرفنا دلوقتي الجاسس كلها في البلانت وفي الانيميل وفي الهومن transported by ايه باي diffusion طب الديفيوجين ده اكتيفلي ولا باسفلي بروسس طبعا باسف بروسس يعتمد على concentration ingredient concentration ايه ingredient من هاي للوق ادي منظر السل السل ومتحوطة بيتشوف لوط بتاعها صح كده لو بصينا كده كل شاء بطع ايه ها فين الاكسجين مولكولز برا دفمانتية ايه الاكسجين مولكولز مجمع في التشوف لوط وهذه السلقة هاي فيها لتل مولكولز من الاكسجين وبتالي برا هاي وقوة لو وبتالي down concentration ingredient الاكسجين diffuses towards السل سايتو بلاس اوكي ناخد نمبر ايه نمبر ايه which process is involved in the uptake of glucose by the epicellial cells of the kidney tubules a process involved in uptake of glucose by epicellial cells of kidney tubules ده glukose ده nutrients محتاجة الابس 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 من cadenio tubules طيب ياترى active transport ولا osmosis ياترى translocation ولا transpiration خدوا بالكو يا ولاد osmosis للووتر فقط مش لأي ملوكول غير الووتر فقط وبرضو down water potential gradient هو بيكلم على glukose طيب translocation ده بيكلم عن transport of raw material water and mineral enzyme ينفع translocation وينفع phloem sap من photosynthesizing leaves بتاخد السكروز والأمينو acids up and down ده اسمه translocation مالوش علاقة ب glukose ما ينفع ش glukose ما ينفع osmosis transpiration اللي هو loss of water vapor from leaves through stomata صح كده from leaves through a stomata ده water vapor بيكلمش على glukose منتبق ليش غير active transport هو فعلا active transport الانسر من البداية طيب يعتار active transport نفتكروا مع بعض ان glukose بيتنقل بتمن بالتمن ده عبارة عن energy supply energy currency اسمها ATB الاتب ده ناتج من ناتج من respiration aerobic respiration 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 ريليز بيكلمش 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 من منطقة low concentration لمنطقة high concentration يسأل انت عندك high ومع ذلك بيتاخذي من low اه بفلوسي بالATB بتاعي اتي بيكلمش انا اتجبتي من من عطاهولك انا عملت respiration اعملت اي respiration يبقى اعملت respiration release of ATB needed for cellular activities for metabolism for life processes انا محتاج ATB اوكي من low لهاي طبعا ده against or up concentration ingredient من low لهاي من low لهاي نكمل number nine which element is found in proteins but not carbohydrates which element is found in proteins but not carbohydrates نفتكر مع بعض البروتين basic amino acids amino acids is amino amino group amino group amino group NH2 carbon A carbon hydrogen 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 c c H H O O O O على فكرة COHO موجودة في كل biological molecules اللي هي تعتبر major أو macromolecules زي البروتين والكاربو hydrate والفات COHO طيب يزيد عليهم ايه يزيد عليهم N اختصار CHON CHON يبقى هما four elements والN ده مهم جدا 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 عشان الامينو جروب اللي ده بتركيب الامينو أسس اوكي يبقى الانصر على طول موجودة في البروتين but not in carbohydrate يبقى nitrogen انت مغمد طب وبعد كده استفدت طب ما تيجي نعمل compare مع carbohydrates carbohydrates example لها glucose او سكروز خلينا في glucose ابسط monosaccharide و symbol C6 H12 O6 طبعا الفورمولة الموجودة دي هي structural formula فيها bonds وفيها elements والnumber of atoms الممثل لكل المثل فبيسموها structural formula سواء الجلوكوز او amino acids لكن انا استفدت منها يعرفت مين هم elements بالنسبة carburet C H O و لازم يبقى فيها ratio ما بين H O ك ratio 2 to 1 زي الو بالضبط وكلمة carbone carbone معناها carbon hydrate معناها water او نفس ratio بتاعت الhydrogen الموجودة في الو اللي هي 2 to 1 او كي يبقى الانسر C اللي هي nitrogen نكمل number 10 زي دي جرام شوز short section of single strand of DNA A C C T which strand of DNA will combine this strand to form part of double helix عندي هنا strand اهو section short section ما فوش غير 4 nucleotides كبسي كنت اسمع nucleotides تاك كدا طيب a short section of single strand of DNA ده single معروفة DNA double stranded which strand of DNA will combine with this strand to form a double helix في حاجة اسمع base pairing دي strand دي انه بتاعنا ياولاد linear وزي leather زي السلم اللي بتطلع عليه العمل كده في درجات في النص اهي وفي هنا strand وهنا strand فدول double stranded نشوف كده من انظر اهو ادي strand كده اهو ده strand صح كده وهادي strand دي دول two strands معروف الرول بتقول a في complementary base pairing a مع t زي preposition at وال g مع c اهو ها c مع g t مع a c مع g g مع c هي نفسة a t او t مع a هي نفسة المهم القاعدة بتقول كده a مع t g مع c t مع a c مع g مش تفرق طيب تعالوا بينا هنا letters من الشمال اليمين a c c t اكتب ها a يقابلها t نكتب كده بلون اخر t و c يقابلها g و c يقابلها g و t يقابلها a من left to right left to right مين بيبتدي بتي اهو الاخ ده g g اذا الانسر دي على طول اولا هو الدين بتاعنا linear زي السلم بالزبط زي ladder لكن في الحقيقة بيحصل له twisting بص twisting ده فبيسموه helix double helix يعني two stranded dna بيحصل twisting at certain spaces or certain dimensions ويعمل ايه يعمل twisting كده او يعمل double helix لو جاب لك single strand تقدر تجيب complimentary بالقاعدة اللي بتقول a مع t و g مع c او كده خلصنا 10 questions تعالوا ناخد يا شباب مع بعض number 11 starch is digested by amylase in the mouth but it is not digested in the stomach what is the reason for this لو بصينا كده مع بعض enzymes enzyme salivar amylase salivar amylase طب ايه هو الانزايم ها biological molecule made of protein طيب large in size polymer صح كده protein in nature ما له active size active site ده فت مع certain substrate certain specific substrate في الحالة ده ده اذا كان salivar amylase اذا ده starch اذا substrate starch normally في الماوس salivar amylase activated نتيجة ان saliva containing ions والعيون ده بتوفر pH around neutral يعني تقريبا slightly alkaline 7.4 ده في الماوس طبعا بتتغير مع ساعات اليوم مع الميلز بتاعتنا مع الفود بتتغير slightly لكن مش حاجة كبيرة طيب بيبقى best working salivar amylase at 7.4 في الماوس مجرد ما البولس الفود بولس يحصل اله صوال و reach ال stomach الامylase يحصل ايه يحصل يعني ايه دي نيت يعني الشيء بتاع الاكتف سايد ده لو المنطقة دية كده بصوا الشكل هنا بيقى افلات قوي مابقاش جروف وبالتالي نوت فت مع مين مع وبالتالي حصل دي نيت شير ده نتيجة الاسدك الاسدك بي اتش اف الس طب الاسدك بتاع الس طب الاسدك ده دي ايه دي اتش سي ال س كريت انصاد الس طب اليوما طيب ده بيوفر بي اتش كام البي اتش في الاسدك نيرلي من زيرو لغاية سري صح كده نيرلي لغاية ثري طيب ده هاي الاسدك يغير من النيتش بتاع الانزيم ويخلي كده الاكتف سي يتغير وبالتالي نو لانجر فت وز ا اتس بروبر سبست لتي بل الانسر بي زي بي اش الاسدك بمعنى دي نيتش دي نيتش دي نيتش اوكي طيب نكمل يا شباب number 12 which statement describes a catalyst ايه هو catalyst طيب تعالوا بينا catalyst يعني حدي بيصربع يقول يالله ذاكر انت ذاكرتش غير ساعة واحدة بس ذاكر ساعتين ثلاثة ده بابا وماما بيصربعون يبقى هما act as catalyst طيب لو كان هما protein in nature يبدوا الانزايم صح كده طيب نشوف كده مع بعض catalyst قد يكون biological يبقى انزايم طيب يكون chemical زي اي chemical بيضاف the reaction to speed up chemical rate زي manganese dioxide مثلا mn o2 بيساعدني على catalyst of h2o2 to release oxygen زي ما انت بتاخد في chemistry ما علينا catalyst ما له catalyst هو substance that decreases the rate of chemical reaction and is not changed by the reaction هو decreases the rate هو catalyst بيصربعني يبقى decreases the rate طبعا لا طبعا لا increase the rate yes yes but here and is changed by the reaction بابا ما بتغير طول الوقت اقول ليا بابا انا ذاكرت الساعة يقول لك لا ذاكر ثاني ماما انا ذاكر الساعة لا ذاكر ثاني طب ليه من راجعش ثاني طب ليه من اعمالش الهومر صح كرة طب نحل exam ثاني تنشط يلا خلاص خاني ساعت ثاني يعني لو ابتديت ب 1 gram يفضل 1 gram بعد نهاية ال reaction و still working يقدر يشتغل مع another further molecules of substrate تعالوا بنا نشوف الرسمة و احنا خلاص جاوبنا مش مطلوب اكتر من كده لكن دي علشان اعرف الانزايم كالكتاليس بيشتغل يعمل ايه دور ويعمل ايه عمل ايه عندك substrate هنا اتحول لproduct طب وهي النفس الكلام substrate اتحول لproduct copy paste ايه اللي فرق اللي فرق هنا علشان ان substrate changed into product يعني حصل chemical reaction كنا محتاج المنطقة دي كلها ازود الانرجي الانرجي needed علشان اعمل catalysis وعمل speed up rate of reaction او بمعنى صح antique product دي اسمع activation energy هي activation energy energy needed to start chemical reaction علشان تبتدي reaction بتاعتك وتحصل على product وتقول الحمدلله جالي product لازم توفر كل الانرجي دي لل reactants او substrate energy كبيرة جدا ده في غياب الcatalyst في غياب الانزيم طب بص الناحية دي بقى فقود الانزيم جه بقى جه الميل مثلا مع الستارش اللي هو يحصل يحصل بصرعة كبيرة جدا ما ياخدش وقت ممكن احيان بعض الانزيم تشتعل في fraction من السكن ليه بتاعت عرفة بتكسر فين البوند وازاي تعمل لو كان هي من النوع اللي بتعمل او بيعمل لو كان انزيم بتعمل هي عرفة فين بالزبط هي بالتالي فقود الانزيم اللي يحصل الانرجي بيعمل لتعمل كمكة ريكشن لس اهي شوفوا المنطقة دي هي منطقة الانرجي عرفتوا ليه الانزيم حاجة عظيمة بالنسبة لنا بتعمل الانزيم لل اكتيفاشن انرجي الانرجي الانرجي نيدي لتصار كمكة ريكشن اوكي تعالوا يا شباب ناخد نمبر ثرتين ده البيانت الديمي بلانت واخدنا البيانت واخدنا البيانت و خلورفل اتخذ طبعا بي ورم إثانول كنا بنعمل لليف تمام كده وبعد كده نعمل لها في اللي هو الإثانول وبعد كده اعمل اشطفة بكول ووتر او حتى مش تفرق عشان ارجع لها تاني تبقى والكلام ده كله وقت ما استعمل إثانول اكون عام علشان بفكرك الدنيا كان في اي وبعد كده الليف بحطها في ووتش او بورسلين ووتش وبحط عليها من الآيودين في كل غرق عايودين طب وبعد كده المناطق اللي كانت فيها او كلوروبلاست وبالتالي نو كلوروبلاست أو لس ما فيش مشكلة عندنا طيب المناطق اللي كانت جرين كان فيها كلوروبلاست وكان فيها مور كلوروبلاست وبالتالي دي هتقدر تعمل وتكون ايه تكون ستارش لما اجي اعمل بالعيودين العيودين لونه يالو براون او اورنج او ريدش اورنج هيتحول ايه هيتحول لمنطقة يبقى المنطقة بلو بلاك اهي صح كده طب ما هنا بلو بلاك تنفع بي تنفع بي يعني يفضل ويت امال اللون العيودين مش ممكن يبقى هنا ده لون الناجتف ناجتف رزل فور ستارش ناجتف رزل فور ايه ستارش يبقى ما ينفعش تبقى بي تاكرا وطبعا ما ينفعش الريفورس بتاع ايه سي ما ينفعش الانسر هي ايه ليه ايه ها منطقة ديه كليورو بلاست فور مستارش ديتكتد باي عيودين فايد بلو بلاك اللي برا دي كان لون هايت هتقبل بتاع العيودين تتحول ليلو براون اللي هو لون العيودين لالستارش الموجود فيها باي عيودين دروبز يا دوبك دروب او من عيودين وهدي لونه موجود في البابت او دروبر لونه ممكن اورنج ريديش اورنج ممكن ييلو براون زي الاكزام في الحالة دي او ما اخط على الستارش هيتحول لبلو بلاك طيب هنا لو كان عندك الستارش ده سيليوشن زي الستارش موجود في البيت وعملت منه سيليوشن وجبت ايودين من الصيدلية وحطت دروب واحدة بس توحد ربنا من الايودين على الستارش دروب واحد يا دوبك شيك بسيط او حتى وضو شيك هتلاقي تحول لبلو بلاك اتوانس طيب نكمل كده مع بعض يا شباب النمبر البعدي ويكلم على حكتين في نفس الوقت عشان كده الجراف شكله غريب الجراف بيتكلم على واحدة وبيتكلم على هنا في الافتصاد ويكسس في الافتصاد كاربون دوكساد ابتك طب الميجرين ميلي جرام من CO2 بير سكوير جيسي متر بير سكوير جيسي متر بير أور لكل ساعة ده ريت دائما 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 بير أور نيجي الناحية الثانية عبارة عن وي اكسس تانية ترانس بير ريشن ايسو ازاي كم جرام من الووتر ترانس بير سكوير دي سكوير بير أور سكوير دي سكوير بير ايه بير أور تعالوا بينا نشوف ايه كي بتاعتك هو مشاول لك انهي دوت اللي هي بلاك دوت ده CO2 لما يجي اقارى كده البلاك دوت دي هقراها من الليفت سايد ده CO2 يا اللي 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 شوف الرسمة الرسمة توضح لك الدنيا قبل ما تجاوب قبل شوف السؤال افهم الرسمة شكلها ايه what can be concluded from this graph more stomata are closed during dark period اعوز افكرك بحاجة الاكس اكس دي تمثل ايه time of day bear hours طيب time of day bear ابتدينا الساعة 12 بالليل ده zero time بتاعنا zero time ده الساعة اربعة الفجر ده ساعة ستة مثلا هنا تهي كده ستة صباحا قبل المدرسة بتاعتك مثلا ها بعد كده فترة النهار day time بعد كده الساعة 20 دي تمثل كان تمثل الساعة 8 مساء تهي كده و 24 خلص خلصنا اليوم رجاء حلو قوي يبقى هنا هو الفكرة تفهم X axis يعبر عن أي ساعات اليوم night ولا day time لو بصينا كده يترى إيه خاص و واضح أن خلال 24 ساعة بلا السناء من غير توقف كان في ابتيك هنا قال لك لا كاربون دوكساد ابتيك لا ده في ابتيك فين كاربون دوكساد من أول بالليل خالص ساعة 12 بالليل وشوية 12 وربع مساء أو واحدة هيبتديني ايه كان في كاربون دوكساد ابتيك صح كده كان في كاربون دوكساد ايه ابتيك طيب دي حاج مش هنا كده 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 كان في ابتيك البلانت ده لانه عايش في very dry conditions very dry conditions فعمل ايه حضرته فتح الاستوماتا بتاعته بالليل شاطر يبقى كان في اوبنين استوماتا ايه at night يبقى منطقة دي منطقة night صح كده at night يبقى دي dark periods يبقى هنا more استوماتا are closed during dark periods لا طبعا كانت اوبند more استوماتا are closed during light periods اهو بص بقى فين ابتدى يحصل دي كلاين هو الابتيك بيجي منين مش من استوماتا الاير يدخل جوه استوماتا او ويدخل للمزفل طب هنا هو الابتيك الاقل ما يمكن عند الساعة سبعة الصبح اهي ليه لانه افل افل الابواب بتاعته افلها ابتدى يفتح امتى الساعة نقول مسلا هنا مسلا في الحتة دي الساعة دي ستاشر نقول دي مسلا 18 طب 18 دي يعني ايه 18 يعني 6 مساء ايه دا 6 مساء يعني الدنيا غيمة غروب فابتدى يفتح من جديد فهمنا الفكرة يبقى هنا منطقة دي منطقة خلوزد من السبع صباحا لغاية 6 مساء تعريبا خلوزد يبقى فعلا خلوزد دي بلانسر بي نتأكد مع بعض هناك ماذا يقول لانا في توقف الوطر عام وعن ال بيتوقف عن الوطر ابتك يقول الروت هيرسلز بلاش ووتر ابتك لا طبعا يبقى الانسر بالنسبة لنا طبعا لتر بي اوكي لتر بي فهمنا القصة بوزع اليوم لنايت وايه كمان النايت يعني داركنس وديتايم يعني لايت ونشوف الاستوماتة طبعا ده البلانت عايش في سيرتين كونديشنز مش اي بلانت بيعمل كده مش اي بلانت الاستوماتة تفتح ايه تفتح بالطريقة دي يعني لو كان نورمال بلانت ومحتاج في النهار يفتح ده بالعكس في النورمال بلانت محتاج يفتح الاستوماتة على البحري طالما الاتموسفير والكلايمت بتاعه اللي عايش فيه البلانت في لاتين تينيسي في فرصة نيعمل في كمان حاجة مهمة لازم يفتح الاستوماتة علشان ابتيك اللي كاربون ديوكسايد يبقى مور وانا هعمل فوتو سينسي كده بالتسقيف يعني ومال بايه لا بكاربون ديوكسايد ابتيك وبووتر ابتيك والاتنين كومبايني او بمساعدة اللايت يحصل الرياكشن الرياكشن ده هو الرياكشن الخاصة بالفوتو سينسيسي يبقى المفروض في النورمال بلانت الاستوماتة تفتح اتناي ات سوري تفتح ات داي تايم تفتح ات داي تايم في النهار ليه دا سيطبل كونديشن في لايت افتح استوماتة عشان دخل كاربون ديوكسايد وذين الاير وبالتالي اعمل ايه افيشين فوتو سينسيسيس لكن قال لك البلانت اللي بيحكي عنه في امريكا ده عايش فيه ومفروضي محرك للتخطيس الرياكشن في الاسماتر او افل فتح افل في وقت الديتايم افل او شافين التخطيس الريت اقل ما يمكن مينما كان اعلى منه في المنطقة دي واعلى منه اكيد في المنطقة دي لك ترانس بيريش مرورد تيمكن ان فهمنا الفكرة تجيب تلانو نكمل ما بعد نمبر 15 statements 1 to 4 described stages in the development هذا هو نوع بكتيريا فانجل، فايرل، بكتيريا او او ايه نفتكر كده مع بعض كان طبعا برافو عليكم بكتيريا بسبب بكتيريا اسمها فيبريو البكتيريا ده تتنقل للشخص ده نتيجة نتيجة نتياه ببكتيريا او بكتيريا سبب كوليرا اعرفنا كوليرا ايه الاستيبس اللي هي في الديفولوب منت او كوليرا ديزيز حد لقدر الله جين البكتيريا دي في يطر ايه الاستيبس؟ تعالوا بنا نفتكر كان الفكرة ايه؟ كان الفكرة ايه؟ كوليرا بكتيريا انجستد صعودين براء وصلت لليومن او انتستاين المتواصل هنا فيه ول هنا فيه ول ووهمتحواطين ببلاك ايه بلاك كابلاري ده الانتستاين تاعتنا الإسمان إيه اللي بيحصل الكوليرا سيكريت أو بريدوس توكسنز توكسنز أهي بكتيريا دي طلعت إيه توكسنز كيمكال كومباونس توكسنز مادة سمة المادة السمة دي توصل للميمبرين أوف إبيسيليا لسيلز اللي بيعمل إيه لائنينج للإنتيس تايمين جوا لائنينج باي إبيسيليا لسيلز يعمل فيها إيه يعمل فيها ديستوربنس في الآيونز يعني إيه ديستوربنس يخلي السيلز لوز كولورايد آيونز أهو تخرج كولورايد آيونز مننا أول ما تخرج كولورايد آيونز ده آيونز ده منرال آيون يعمل إيه يعمل ديكريس للووتر بوتينشيال مور صوليوت مور كولورايد والووتر هيتشير بكلورايد طالما هيتشير بكلورايد يبقى بيزي وطالما بيزي يبقى لو ووتر إيه بوتينشيال طيب لو ووتر بوتينشيال فين الهاي بقى مال الهاي هيبقى هنا طيب الهاي اللي هنا ده معنى إيه هيحصل ووتر لص إتش تو أو لص من جوا السيلز لبر أهو خرج طيب السيلز لما تفقد ووتر تاخده منين تعوضه منين تعوضه من البلاك كابلاري واللي عوادوته من البلاك كابلاري يفقد هو كمان في اليومان كل ده مع الفود ستوفز اللي التكلت أو اللي الشربت وكنتامينيتيت كلها تخرج أس إيه ووتري فيسز ووتري إيه فيسز من الجات بتاعتنا ده كولورا ده السيكوانس ده الإيفنس يبقى أول حاجة فيه شفت الكولورايد آينز طوارز اليومان لوسط وبعدها فيه لوينج للووتر بتينشيل فيه ووتر موفمين باي اسموسيز من إنساد السل توارز اليومان فيه ووتر كومبنسيتد من البلاد البلاد هيتصفة يعني إيه تصفة هيبقى الفوليوم بتاعه أقل ما يمكن هيبقى كونسنتريتد ليه فيه ديهايدريشن في لوسط ده قصة كاملة بتاعت كولورايد ديزيز طب تعالوا نشوف الستابس تعالوا بينا نشوف الستابس إيه رأيكم كولورايد آينز are secreted into the gut على طول خب تلاز كولورايد آينز secreted أوسموسيز causes water to move into the gut the infected person becomes dehydrated becomes dehydrated واضحني دي الرزلت الأخيرة الشخص ده يبقى dehydrated يعني حصل له سيفير loss of water طي طي تقسين are produced باي باسوجين باكتيريا طبعا توكسين secreted أو are produced باي باسوجين باكتيريا فال ايه number 4 معانا يبقى 4 هنا وهنا كويس بعد كده هنا وهنا one فمش نختلف كولورايد آينز are secreted into the gut يبقى فيه توكسين الأول توكسين يروح يلزق فين في الابيسيل يخلي كولورايد آينز ملها secreted into the gut اهو كولورايد آينز خرجت يبقى number one بالنسبة للسؤال هنا في الحتة دي اهو طلع كولورايد آينز هنا وهنا صح طيب بعد كده يترى 2 ولا 3 نشوف ايلي يحصل يترى لو اخدنا 2 osmosis causes water to move into the gut طبعا طبعا الووتر على طول مقرد من كولورايد آينز خرج لبر على طول الووتر ورا الووتر ورا عشان ايه عشان فيه لو الووتر potential في gut مجغول بمين بكل راض آينز تشغل خوة كل راض آينز فبالتالي في high water content في cells abecilia cells of the gut تخرج by osmosis towards outside towards human فالانسر تعتبر osmosis number 2 اوكي اخر حاجة اللي هي number 3 فاكرين كنا بنعالجه ازاي طالما هو dehydrated بسرعة لازم انقل صلاين ومش صلاين مية بملح لا مية بملح وعليها الشجر لان الشجر بيساعد على الابسوربشن والابتيك of اي مينرالز اعمل لكم بانسيت للووتر من جسمه وكم بانسيت للآينز من جسمه مية ودو فيها ملح من البيت عادي ونحط عليها شجر بكونسنترش معينة هذي فكرة ازاي اعالج ال dehydration حاجة اسمها ر او او ر او اس ر او 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 القيام او 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 طبعا ما ننساش برضو هنعالجه ازاي غير الار او اس هنديله انتبيوتك تو كيل باكتيريا اه صحيح هنقزه بسرعة علشان عوضه بنيدد سبسنس اللي هي لوس من جسمه وفي نفس الوقت هتديله انتبيوتك الاهمية للار او اس قبل الانتبيوتك مش هيفيدنا حاجة لو عطيته اكتف انتبيوتك وبروفيشنال وحاجة هايلي قوي في الانتبيوتكس انها تعمل كل الباكتير مش هاتفدني هيموت هيموت ليه لما عوضوش باللوسة ايه اماونت افوتر واللوسة اماونت اوف كولورايد اينز والصوديوم اينز اللي هي لاست نتيجة الدايورية لازم عوضو الاول what are the products when proteins are broken down بروكن داون بروتينز بروكن داون معروف البروتينز بتتكون من امينو اصد اكيد هتدينا امينو اصد الانسر خبتلاز اي 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 اوز افكركم بكذا حاجة للقصة دي ادي البروتين دبارت من البروتين موليكول طبعا ما بين امينو اصد و امينو اصد تاني و امينو اصد تالت انسوان في بيبتاد بوند دي اللي بيكسرها الانزايم specific انزايم specific بروتياز انزايم زي البيبسن زي الترابسن زي البيبتديز انزايم بيقسر بيبتاد بوند ده في الانزايم بس الانزايم بيشتعل لوحده لازم فقود ووتر اتش تو او يعني الخطوات دي هايدروليسس هايدرو بلايسس تاني كلا فقود اي انزايم يبقى الانزايم لازم يبقى موض وكمان اي ووتر لازم كمان ووتر عشان يحصل هادروليسس بريك داون اللي بيبتاد بوند بتوين اججسنت امينو اصد تمثل البروتين كونتنت اتفكك اهو من بعض اتفكك خالص ايبا هو ده اجابة السؤال اعوز افقرك بحاجة اذا كان بروتين هادرولايز فقود انزايم ووتر انتو امينو اصد طب ازاي تخلي الامينو اصدية داخل السل تعمل بروتين سنسيسس نعمل العكس ها روموفال اوفووتر روموفال اوفووتر يبقى دي هايدراشن او كوندنسيشن روموفال اوفووتر اسمها دي هايدراشن او كوندنسيشن تاني كده برضو فقود انزايم فقود ايه انزايم واخد ووتر مولكولز وكون بوند جديد اسمها بيبتاد بوند طيب يبقى عكسها تماما طبعا الخطوات دي هي في الديجيشن اوكي بروتين بتحول الامينو اصد عكس الديجيشن ان انا اعمل بلد اوب اعمل كوندنسيشن او دي هايدراشن للامينو اصد واشيل الووتر اللي بانها وبالتالي تكون بيبتاد بوند تعالوا بينا نشوف الانيميشن ده انا مش اشرحه بس تعالوا بينا نشوف تو امينو اصد والليبل هنا بيتغير يا ولاد في كوندنسيشن تو فورم بيبتاد بوند ده كوندنسيشن تو فورم بيبتاد بوند ان انا اشيل ووتر كوندنسيشن او كوين بيبتاد بوند ها لما اضيف ووتر اعطينا الحق لاصحابه رجعنا اله والوه لتو امينو اصد ده اسمو هايدرالس في وجود ايه انزاي طيب خلصنا ببارتي ده ننبر سيفنتين زادا جرام شوز بارت افكروس سكشن افروت افروت وان تو سري وان دي تمثل ايه في الروت روت هرسل اكيد يبقى روت هرسل يبقى الانسر بي او ارسي طيب يا تراتو كل السلز من بعد الايبيدرمز دية لغاية المنطقة دية لغاية هنا كده يا ولاد بيسموها كورتكس كورتكس اوكي طيب وبعد كده حاجة اسمها بريسايكل مش مهم تعرفها وده اسمه زايلان فاسل زايلان فاسل فالانسر ها تلاتة ده زايلان اوكي يبقى روت ايه كورتكس يبقى الانسر بي الانسر ايه بي اوكي نشوف كده رسومات مرة تانية طبعا دي منطقة الايبيدرمز اللي هي فيها روت هرسل اهي اكسنشن من السل والسل ممبرين والساتو بلازب داخل روت هرسل دي منطقة الابسوربشن مش كل مناطق ابسوربشن يعني حتى دي ما فيهاش روت هرسل والحتى دي ما فيهاش روت هرسل منطقة دي من الروت بتعمل ابسوربشن لو بصينا كده يا شباب مع بعض ونقبل الرسمة بتاعتنا اهو ده الروت هرسلز على البريفري طيب المنطقة اللي بعدها دي بداية منطقة داركر الرو ده لغاية السيركل دي لغاية السيركل اللي هي بينك دي تعتبر كورتكس طيب يتبقى لك ايه تبقى لك الترانسبورت سيستم الموجودة داخل السنتر في شكل ايه فاسكولر سلندر فاسكولر سلندر بيتكوى من الترنتف او الترنتف او الترنتف زيلم اند فلايم ده زيلم شكل كرس او star shaped والترنتف مع فلايم 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 يبقى زيلم فلايم زيلم فلايم زيلم فلايم انسا واضحة طبعا الزيلم نيده فور ايه ووتر ترانسبورت اند مينرال رو ماتيريالز لو انرجايز ماتيريالز ووتر من السويل ومينرال من السويل ديزولفد ان ووتر طبعا الزيلم يتجاهوا اب من تحت الفوق لكن الفلايم ممكن لفوق وممكن لتحت اب اندوان اكوردنج تو سينك اند سورس اللي ناخدها فيه مع بعض كده بيمرر ايه فلايم بيمرر هايلي هايلي ايه هايلي انرجايز اورجانيك ماتر فورمت باي فوتو سنسسس اللي هي تمثل ايه يا شباب تمثل عندنا السوكروز والامينو اسدس ده الفلايم اللي بين الكلام ده سوكروز عند امينو اسد بين الها من الليفز انتو قول بادي بارتس اب وضعون فوق مستوى الليف وتحت مستوى الليف يعني بطط صاية تحت مدفونة في الارض ينزل لها سوكروز قبل فروت فوق فوق مستوى الليف يطلع لها جوس كونتينيك سوكروز وامينو اسدس واثر كيميكالز ياس يبقى اب وضعون يبقى اتجاه الفلايم ساب اب وضعون اتجاه الزايلام ساب اللي هو الرو ماتيريال ووتر ومينرال ابس طيب نكمل كده مع بعض لو بصينا كده هنا كويس السؤال ده عشان جبنا سيرة السينك والسورس فجابهلنا في السؤال البعدي زي دي جرام شوز ان اونيون بلانت ذات هس بين جرون فرو مي سيد جبنا سيد بتاعة الانيون وعملنا لها ايه صايل او ووترين وهب نبتت الحمدلله طلعت ليفت وطلعت بالب كبرت شوية قالك ايه اونيون بلانت تيكس 2 يرس تفلاور ان تبريوس مور سيد سيزون اولاني علشان اطلع البالب بداية اللي هو جرين اونيون واجي اخد انا لو حبيت اخد اخد عاوز اخلي بلانتي ده يطلع سيد مش هطلع غير لما استنيه يشيل الليفز بتاعته واخد البالب اللي انا انا مشتريها في البيت وحطها في الصويل البالب نفسها بالروت بتاعتها بالفايبراس روت بتاعتها واغرزها فيين في الصويل وعمل لها ووترينج نستنى السيزون اللي بعدها فعلا فعلا دفولوب فلاور والفلاور ده دفولوب فروتس واخد السيز كفارمر واحتفظ بها علشان السيزون الجاي ازرع سيدز كويس يطلع هنا what is the onion bulb acting as in stage 3 and 6 فيين سري اهي فيين سيكس اهي خدوا بالكو السيد حصلها جرميناشن وحصلها growing بالعي انجي growing يعني still growing لغاية number 4 growing عمله تكبر طول ما هي growing يبقى البالب ديه ال onion bulb ديه receiving nutrients and receiving photosynthesizing material نتيجة الفوتو سنسيس وعملها تكبر طالما receiving يبقى هنا البالب act as a savoir act as sink act as a sink تاخد من الليفز وتنزل للsink اللي هو البالب اهو يبقى stage 3 بنسميها ايه sink يبقى تنفع هنا وهنا طيب stage 6 البالب اللي بتاعتك كان كبيرة كده في المطبخ وقلت ايه هزراحها في soil ماشي لو انت كشفت عنها بعد ما عطت كده green stem و green leaves بعد شوية شهر شهرين وروح تفاتح الصويل كده عملت الصويل شفتها يعني شفت ايه البالب ديه ايه اللي حصل لها تلاقيه dimension يعني ايه dimension تصغر في size ايه ده ما كانت منفوخة كان كبيرة وكان ليها ماس كويسة ليه قالك كده لان عملها تغزي مين تغزي ال stem و leaves اللي هي لسه growing leaves growing a leaves يبقى ديه تعتبر source البالب في الحالة دي number 6 تعتبر source هي اللي قطت ال part ده علشان يطلع leaves علشان يبتدي photosynthesis علشان يشد حيله يعني يبقى هنا 6 تعتبر ايه البالب ده تعتبر 6 تعتبر source يبقى ال answer b ال answer b تعالوا بينا نفرع ما بين source و sync ازاي مين هما sources كل واحد شغال بيعمل photosynthesis photosynthesis يعتبر source زي مين زي الماتيور green leaves ماتيور خلاص ده leaves محترمة لونها green وبتعمل photosynthesis مين stems stems بتاع الملوخية بتاع البرسيم بتاع الدرة طالما green stems يبقى photosynthesis وطلع غلوكوز و سكروز و كل حاجة طيب من كمان sources storage organs that are unloading their stores يعني ايه احنا قلنا ان دية البالب دية دي storage tissue دي انت مخزنها دي مخزنها دي مخزنها ما مخزنها في المطبخ دي تعتبر underground bulb تعتبر storage organs اسمت اسمها بلب البطاطساي اللي بيجيبها و شايلها في المطبخ دلوقتي تعتبر storage organs بنخزنها stars واحيانا بتنبت لوحدها لما يكون highly humid المطبخ بتاعك تلاقي حاجات كده ظهرت عليها حصل graph فهي بالنسبة لك هي source دلوقتي يبقى source دلوقتي ممكن يبقى bulb ممكن يبقى tuber of potatoes أو sweet potatoes أو all ass كل كاسيا كل ده storage eight tissues ممكن يبقى ايه ايه التوبر زي ما اتفقنا و at the start of the growth season لما المطبخ يبقى كدمة شوية ويبقى humid اكتر ويبقى suitable اكتر للgrowth هاي حصل graph ممكن يبقى storage tissue زي ما ترىщى فيها تبدو اليمباريو يبدو كتغل صح كده ال COtyledons هو الفلاء عندما نبتها اه حصلها swelling لكن هتفضل طول الوقت سويلنج لأ سويلنج دي عشان الوطر ابتيك والاشرة اللي برة هيحصلها تيرنج عشان السويلنج ابتيك مش على مأسها لكن بعد كده ايه اللي يحصل يحصل الامبيريول اللي جوا يبتدي فوق ويبتدي سيكريت انزيمز درجستيك كوتيليدونز فود ستافز ويطلع منها اللي هيبتدي بيها بداية الفوتو سنسوس طول الوقت عمل هيستهلك اللي ربنا عطاهاله في الكوتيليدونز يبدي ستوريج تيشوز انجرميناتين سيزي اقصد بيها كوتيليدونز سواء مونقط او ديكوت قولي دي سورسز قولي دي ايه سورسز سورسز لمنلي كاربوهدريت واضر كيمكالز طب ميني السنك السنك اللي بياخد رسيفوار بيستقبل طبعا كده بيستقبل بيستقبل روتز ذات ارغوين روتز بتانع صلاة ارغوين اي انجي خدوا بلقوا كتير قوي في السكشن دم من التابل روتز ذات ارغوين ارغوين مينيرال ايونز هذه الليبز طبعا في البلانت هي اللي بتعمل جلوكوز طب الروت ده الغلباني اللي مخفى في الداركنس مش محتاج انرجي روت هيرسلز مش محتاجها مايتقوندريا ومحتاجها يوصل مايتقوندريا جلوكوز او محتاجه يبقى لازم هنا ايه نوصل الكاربوهدريت اللي تحت صح كده؟ يبقى ده سينك البلب هنا سينك يوصلوا ايه يوصلوا جلوكوز يبقى الروس ده growing وabsorbing mineral بتشتريها بالاكتف ابتك بالانرجي يبقى لازم لازم جلوكوز يبقى هي لازم يوصل لها جزء من الخير اللي عملته ايه اللييفز طيب ممكن parts of the plants that are growing or devolving food stores لسه فروت صغيرة تماط مية خضرة لسه قبل خضرة قوي تان كده ما تقدرش تقولها دي لسه في مرحلة devolving seed لسه ما البيز البسلة حصدناها قبل اوانها ما تتكلش لسه devolving لسه مستقبلتش الكمية الكافية من الفود سينكس growing leaves لسه خارجة من القوتليدونز ولسه بتقول سوريا هادي هبتدي مشروع الفوتو سنسسز يبقى دي تعتبر سينك هي آه ليفز خدوا بالكو هنا ليفز وهنا ايه اولاد ليفز لكن هنا ماتيور جرين ليفز ماتيور خلاص استلمت الشغل فهي السورس لكن دي لسه ما تمدع المصروف اللي جاي لها منين من السورس اللي هو عبارة عن اندر جراوند تيوبر او اندر جراوند ايه آآ 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 بلب زي الانيون ديفولبن تاب روتز او تيوبرز ديفولبن اي انجي يبادا كله سنكس عرفنا دلواتي الفرق ما بين سورسز انسيكس نمبر بعدها 19 what are the main vessels carrying blood to and from the kidneys ده سؤال سهل اكيد هجاوبو مجرد النظر طبعا معروف للارتري take blood away from the heart راح للارجن من الارت للارجن يبدا اارتري طب اللي خارج from الارجن زي كادني يبدا ايه يبدا ايه يبدا فين يبدا الانسر على طول c two kidneys يغذيها رينا الارتري type from kidney ها يخرج منها رينا الايه فين طيب تعالوا بنا نشوف الشكل اهو ادي two kidneys ادي طبعا ده الاورتة يبدا ازا جزء ده هو رينا الاورتري branch من الاورت branch من الاورت بعد filtration and reabsorption and urine formation داخل كادنيز ها البلد يخرج في شكل فينس بلد في الرينا الفين هنا البلودة والبلودة يصب فين في الانفيريور فينا كافا او فينا كافا صحكرا طيب ده مين ده نمبر ناينتين في اسئلة هنا مهمة قوي بالنسبة لليورية البلودة اللي خارج من الكادني ها concentration في يورية يبقى منيمم يبقى هنا منيمم مني مني ايه منيمم ايه منيمم ايه منيمم يبقى منيمم يورية منيمم يورية ده ايه رينا الفين طبع اعلى يورية بتبقى خارجة فين الليفر هو اللي صنحها فتبقى في الهيباتيك ايه في الهيباتيك فين يبقى الهيباتيك فين فيه اعلى كمية من اليورية اعلى كمية من اليورية ها لقيها فين من البلد اللي خارج من دمن مكونات البلد اللي خارج في الهيباتيك فين ليه اتفلتر وغزء كبير من اليورية ده سؤال مهم جدا منيمم يورية تبقى في الهيباتيك فين الهيباتيك فين اللي صنع اليورية ديو تو دي امينيشن دي امينيشن اوكي لكن حد ساء ذاته السؤال الجاوب من زمان من اسبوع فات لكن لكن بنحط هنتات عشان نراجع بها نفتكر الداتا دي ان شاء الله يكون عندك الكلاسفايد او الباس بيبر شغبت زمان او بشغبت كده عشان تفتكر انت وبالذاكر طيب نكمل كده مع بعض اخر سؤال زفوتو مايكروغراف شوز يومن بلد دي بلد سمير دان كده وعى الماكروسكوب شوفناك الصورة دي ويتش بلد كومبوننس ميكس انتبوديز اني سيل ميكس انتبوديز تعالي نتعرف على الداتا بتاعتنا اي ده هي دي عبارة عن فاقو سايت فاقو فاقو ايه صايت دي ايه معروفة باللوب دي نيكلت شايفين اللوب ازاي منفصصها ساكر وبدي نيكلت نيكلت متفصص يبقى دي فاقو سايت على طول وسيل تانية اصغر منه تقريبا السايز بتاعها ادي من ادي الريد بلاس سيلز او يعني اصغر شوية كمان فدي اسمها لينفو سايت لينفو لينفو ايه سايت يبقى دول مقررين علينا من ضمن الوايت لينفو سايت وفاقو سايت اني فيهم بيصنع انتبوديز اكيد مش الرد اكيد مش دي يبقى دي دي رد بلاد سيل صح كده رد بلاد سيل فيها مقلبا يبقى فور بايندين وز اوكسجن فور كارين اوكسجن فروم لانجس تو تيشوز دي وظيفته طيب واكيد اكيد مش البلاد بلازما اللي هو بي ده بلاد بلازما بي وما اللي هي واحدة الانسر لامة ايه لامة سي اني فيهم يكون انتبوديز انت هم مغمض طبعا لتر ايه لتر سي لينفو سايت لاني فاقو سايت بتعمل انجست للمكروب تبلعو ازاي تعمل اجنست مكروب بتبلعو وتهدمو بالكيمكالز اللي هي داخل ايه داخل سيل سايتو بلازما فاقو سايت تعال بنا نشوف اللينفو سايت ادي اللينفو سايت اهيه واضح انها صغيرة انصائز ادي مين ادي الربلاسل وتتميز براوند نيوكليس ولارج نيوكليس سايبه جزء واسي جدا سايتو بلازما اللي هو جزء ده جزء ده ودي نيوكليس بتاعته نيوكليس اوكي نيوكليس تعال بنا نشوف النيوكليس ديه هي لارج انصائز ودي اللينفو سايت والليمفو سايت هي لسكرية انتيبو ديه مع الانفكشن بتامي الركو جنيشن للانتيجنز الماغودة على الباسو جين وتبتدي تريجر وستيمولاتي تو بريدوس ميموري سيلز لساكند اكسبوجر لسام باسو جين وبعض السيلز من اللينفو سايت تقول لا انا مش هبقى ميموري انا مش هبقى ميموري وما لتبقي ايه ابع سيلز تانية متخصصة ان انا انتق انتيبو ديه ادي الانتيبو ديه ودي المنزر ده اللي بيعمل بايند مع ايه الانتيجنز موجود على الباسو جين ويعمل الرست لباسو جين زي بوليس ابد على عصابة والبوليس ده عبارة عن زابط وعسكري بس بس لكنها عصابة فيها عشرة خمستاشر واحد ازاي يقدر زابط واحد وعسكري واحد مع كل سوليدرز دو كل العصابة دول او سيفز دول بكلبشات يكلبشهم يعني ايه كلبشهم يربطهم في بعض صح كده فينجحوا فعلا انهم يسيطروا على مين على الميكروب هو نفس الكلام بتعمل بتعمل الرست بالطريقة دي بتعمل ايه بتعمل اجلوتينيشن للباسو جينز اجلوتينيشن ايه للباسو جينز يعني ايه تشبكهم مع بعض تعملهم الرست كده خلصنا الانسر بتاعتنا الانسر بتاعتنا هي لتر سي لتر سي طبعا اتمنى لكم كل خير وكل اتفاق وكل نجاح وساعات الجاية واليوم الجاية دي يكون يوم مصمر بالنسبة لكم موفقين ان شاء الله يا شباب وتأكد تماما انك اه ادخل البايو وانت مش خافز حاجة فاهم قويس ومش بحل اجزامز كتير من شاعرف من الفين اه سنة الفين لجد دلوقتي عشان تتحقق اسكور لا بالفهم بالعمق بتاع الاسئلة افضل بكتير من انك تحل كتير على الفادي تم كده good luck نحل اه كتير وكل حاجة لكن نرأي فيها quality مش quantity quality بتاعت الحل بتاعتنا good luck وموفقين ان شاء الله يا شباب ربنا معكم thank you for watching bye bye اشتركوا في القناة